شيء تاني لازم ندرك احبائي ان الوقت هو عطية من الله فكيف تقضي الوقت انشئنا ام ابينا الوقت هو عطية من عند الرب اليوم الرب اعطاك فرصة جديدة اليوم الرب اعطاك نفس جديد اليوم الرب اعطاك حياة اليوم انت عايش فاليوم اللي انت عايش فيه كيف فيك تستثمره كيف فيك تعيشه كيف تقضي وقتك في هذا النهار خلال الاربع وعشرين ساعة فكيف تقضي هذا الوقت هذا الوقت أعطيه من عند الله الكتاب المقدس بعلم في سفر التكوين لاحظ الكلمات مكتوب لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام سنين فالرب أعطاك 24 ساعة لا تقتل الوقت ولا تضيع الوقت فمن بداية الخليق الله أعطانا الوقت 365 يوم 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة في اليوم فكم من الساعات تقضي وأنا لا أريد أن أتكلم عن الإحصائيات كم من السنين الإنسان بيقضي على الإشارات الضوئية كم من السنين الوقت اللي بمر على الأكل كم من السنين الوقت اللي بمر على النوم وكل هالأشياء طبعا جزء من الحياة ضرورية أيضا كم من السنين اللي أنت بتحاول تعمل قرارات كم من السنين وهكذا وهكذا لما بتجمع السنين في باكيج واحد بتقول اوف كلها السنين وين راحت كيف مضت كيف ضاعت وبعدين كم من السنين اللي بيقضيها الانسان على التلفزيون على الميديا على الالات الالكترونية اليوم على السمارتفونز على الهواتف الزكية وهكذا عم بتضيع سنين من حياتنا واحنا غير مدركين اهمية هذه السنين فاذا الوقت هو عطية من الله حتى انك تستثمر هذا الوقت بافضل ما عندك